شاركة سيد سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف التفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كمتحدث رئيسي في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على همش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك تحت عنوان شركاء في حلول المناخ ويأتي الحدث لمتابعة تعزيز الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص على صعيد مواجهة تغير المناخ وأبرز شكري اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على تعاون بين شط الأطراف بما في ذلك ممثلوا القطاع الخاص وإدراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ مضيفا أنه يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسؤولية مساعدة هذه الدول للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة ترجمة نانسي قنقر